شدد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على أنه لا مساس بحصة مصر في منجم السكري موضحا أن هناك عقدا خاصا بمنجم السكري وأن مصر تحصل على حصتها بانتظام تام وأضاف رئيس الوزراء أن الدولة لديها عقد خاص يتضمن حقوق مصر ولا يمكن الاقتراب منه وما حدث من اندماج الشركة الشريكة في استغلال المنجم مع شركة أخرى فوزارة البترول تقوم باستيضاح التفاصيل لهذه الصفقة من الشركة الأسترالية المنجم طبعا زي ما حضركم سمعت حضرتك أو تنقلت الصحف أن هناك صفقة اتفاق تم ما بين شركتين إحنا مصر طبعا في عقد خاص بمنجم السكري والعقد ده بيتضمن حقوق الدولة المصرية بمنتهى الوضوح وإحنا بناخد حصتنا بانتظام تام وده مع أحد الشركات الأسترالية اللي أعلن أنها حصل نوع من الاندماج أو الاستحواز ما بينها وما بين شركة أخرى من جنوب أفريقيا بالتأكيد اللي أنا عايز بس أطمن حضرتك فيه مما يخص حصة مصر في المنجم دي لا يعني لا يحدث عليها أي نوع من النقاش ولا الجدل ولا أي حاجة ممكن أن ينظر إذا ما ثبت صحة هذا الخبر أن يكون ده استثمار أكتر جوه المنجم وبالتالي يبقى حصة مصر ممكن حتبقى بتزيد أنا بأكد على هذا الموضوع لكن في نفس الوقت نتيجة لأن هذا الاتفاق أو هذا الخبر أعلن بين شركتين واحدة منهم شركة لها الحصة فيما يخص الأسهم السكري فوزارة البترول النهاردة في تواصل مع هذه الشركة لتستبيان التفاصيل كلها وإن شاء الله حيطلع بيان واضح من وزارة البترول بكل شيء لكن اللي بأكد عليه وبطمن حضرتكم حصة مصر دي ما فيش أي كان بأي نوع من التعاملات البينية ما بين الشركات دي شيء مثبت وموجود ولا في يحصل فيه أي مسئل